السلام عليكم وبركاته و أهلا وسهلا بكم النهاردة سنرى مع بعض حل التحدي بتاع الأسبوع الفاد وكالعادة سنبدأ بأن نفتكر مع بعض التحدي كان يقول إيه بالزبط عندي جدولين الجدول الأول اسمه Sales Data في بيانات المبيعات وكل رو من الروس بتاع الجدول ده بيمثل One Transaction فبعت في أول ترانزاكشن لأعميل معين كمية معينة بسعر معين وهكذا لحد بيت الجدول لكن عندي كمان حاجة اسمها Discount Scheme في جدول مستقل ودي معناها إيه؟ معناها أنه على حسب الكمية اللي خدها الزبون بياخد ديسكاونت فلو الراجل ده أخد كوانتي من صفر إلى عشرين حتديله ولا ديسكاونت صفر ديسكاونت لكن من عشرين لثلاثين حتديله عشر في المية من تلاثين لاربعين خمساشر في المية من أربعين لخمسين عشر في المية وأكتر من خمسين حياخد تلاثين في المية عايز بيع باستخدام الـ Power Query أنا عندي قولة دي الـ Quantity والـ Price عايز أزود كولوم جديد اسمه Discount وبيختار الدسكاونت المناسب من الجدول ده تبقا لكمية البيع اللي اتباعت وبعد كده بيحسب الـ Revenue الحال النهاردة هيكون منقسم إلى قسمين في القسم الأول هنشوف حل باستخدام الـ User Interface أو الـ Power Query Editor هنستخدم ببساطة Append ومعاها Sort في القسم الثاني هنشوف حل باستخدام الـ Aim Code هنشوف Tablet Select Rose ومعاها كمان Custom Function الصراحة الحل الثاني أسهل من الحل الأول فلو سمحت اتفرج على كيف ممكن نحل بيوزر انترفيس واصبر معنا شوية وشوف القسم الثاني بتكلم عن الحل باستخدام الـ Aim Code يلا بينا بسرعة نشوف الحل الأول أو القسم الأول من الفيديو الجدولين على الـ Power Query الأولاني اللي هو Sales زي ما انت شايف ما عنديش حاجة غير Source و Change Type ونفس الكلام بالنسبة للـ Discount Source و Change Type الطريقة الأولى ستعتمد على الـ Append خد بالك عندي هنا ثلاثة كولوم هناك عندي ثلاثة كولوم بس وفيه كولوم واحد مشترك اللي هو الـ Quantity تعال نجرب نقف على السيلز ونعمل Append ونشوف إلي هايحصل وأنا مختار السيلز هروح على هوم Append Queries Two Tables الجدول التاني هيكون Discount وحدوس على أوكي هنلاقي عندنا كولوم رابع اسمه Discount كله null لغاية ما يوصل على الجزء اللي جاي من عند الـ Discount هتلاقي فيه values وبالنسبة للجزء الأخير عندي nulls موجودة في الـ Name وموجودة في الـ Price طيب إيه المطلوب؟ المطلوب ان انا احاول اردت بالجدول ده بحيث ان ادخل الـ Quantity اللي جاي من الـ Discount وسط الـ Quantity اللي جاي من السيلز تابل ولو عملت كده هلاقي تيرز دي راحت في اماكنها المظبوط ده معناه ايه؟ تعال نجرب ونشوف وانا واقف على Quantity column هدوس على الفلتر وحقول له Sort Ascending بص اللي حصل اول line جاي من الـ Discount بزيرو بعد كده واحد اثنين ثلاثة جاي من السيلز ودول فيهم values في الـ Name وفيهم values في الـ Price لكن مفيهمش ديسكاونت ولو كملت هتلاقي نفس النظام لغاية الاخر خالص لغاية الخمسين دي اللي جاي من الـ Discount وكل اللي بعد الخمسين جاي تحتيها طبعا الديسكاونت مفيهوش customer name مفيهوش price لكن اللي جاي من عندي السيلز مشكلته ان مفيهوش ديسكاونت يبقى انا كده ممكن استخدم الديسكاونت اللي ظهر عندي الزيرو والعشرة والخمستاشر عشان املى بيهم الاماكن الفاضية اللي موجودة اللي جاي اصلا من السيلز تيبل فممكن اختار الـ Discount واقول له fill وهاختار fill down حيامللي الجدول زي ما حضرك شايف دلوقتي بقى عندي بعض الروز ملهاش لازمة اللي جاي من الـ Discount فممكن اعمل لها filter out او ممكن استبعدها فممكن مثلا من الـCustomer name اختار واقول له لو سمحت شيل النل واقول له اوكي كده بص الجدول فيه كاملين عشرين لين ارجع على السورس السورس برضو كان فيه عشرين لين يبقى انا كده قدرت اجيب معلومات بشكل صحيح جدا بتواجهني مشكلة في موضوع الترتيب لو انت عايز تحافظ على الترتيب يبقى فيه خطوة احنا محتاجين نزودها خليني ارجع تاني بعد change type وهاجي على الجدول الاصلي واعمله index يعني اعمل index في الاخر هاعمل كده ازاي هاختار add column واقول لو سمحت add index column هاقول لي insert step مافيش مشكلة بقى عندي column فيه index من 0 إلى 19 مش تفرق اذا كان الـ index من 0 أو 1 مش تفرق خالص بعد كده بعد filter draws هلاقي الـ column بتاع الـ index موجود مافيش مشكلة ممكن استخدمه واعمل صورت مرة تانية فهاقول له صورت ascending كده رجعت الترتيب الاصلي دلوقتي مش محتاج الـ column ده وهاقول لو سمحت اعمل remove الجدول بتاعي جاهز حتى الترتيب بتاعه مزبوط ممكن ابدأ احسب الـ revenue هاختار الـ quantity ودوس على shift واختار الـ discount كده مختار التلاتة كده مختار التلاتة هروحها على add column وانا لو سمحت انا عايز standard calculation وعمل لي multiply هايزود لي multiplication درب التلاتة في بعض لكن الحزبة مش مزبوطة مفيش مشكلة من فهم رابار هابدأ اعمل ثلاث تعديلات اول تعديل ستغير الاسم بدل الملتبليكيشن ده ممكن نسميه حاجة زي revenue الحاجة التانية هو استخدم list.product يعني بيضرب list في بعضها واستخدم فيها عمود الـ quantity والـ price والـ discount مزبوط لكن الـ discount المفروض يبقى 1- discount هفتح قوس وقل له 1- وهي اخر كلمة discount بعد square bracket واقف القوس يبقى انا كده ازبط الـ calculation الحاجة الاخيرة اللي ممكن اعملها هنا الـ type ممكن بدل integer 64 ده ممكن اخلي مكانه مثلا currency وادوس علامة الصح كده كله تزبط حزبة revenue والـ type وكمان اسم الـ column انا كده جاهز ممكن اعمل load بس قبل ما اعمل load فاضل مشكلة صغيرة عايزك تبص عليها معايا الـ line رقم 6 زي ما حضرك شايف البيع الـ quantity كانت 40 والـ price 15 والـ discount كام 20% طب تعال نرجع الـ table بتاعنا ونشوف ايه الوضع احنا بنقول والله منزيله العشرين هياخد صفر طب العشرين تاخد عشر او صفر ده يعتمد على ديزال الحركة عامله لو انت عايزي عشرين تاخد صفر يبقى الطريقة بتاعتنا دي نقصة حد ولو انت عايزي العشرين تاخد عشر عشان تتأكد انها هتعمل كده بالزبط محتاج برضو تعمل حتة زيادة عن اللي احنا عملناه في الطبيعي وده اللي كان قصدي في المثال ان منزيله لعشرين هياخد صفر من عشرين لتلاتين ياخد عشر من تلاتين لاربعين ياخد خمسد عشر تعال بقى نبص على الـ line بتاعنا ده اربعين واخد كام واخد عشرين في المية يبقى زي ما اتفقنا فيه حتة نقصة تعال نرجع تاني على الخطوة بتاع صورت تروز وتعال ننزل على الان اللي كان فيه اربعين اهو زي ما انت شايف الـ line ده جلنا بعد الـ line اللي كان موجود في الـ discount table فعشان كده لما عملنا fill down في الخطوة اللي وراها هتلاقي اخد كام اخد العشرين لو انا عايز اعكس الترتيب ده فلما اعمل ارجع مظبوط اعمل ايه ممكن ارتب كورم تاني زي مثلا الـ price فحطار الـ price وقل لو سمحت اعملي صورت بقى ascending في الحالة دي محتاج عمليه لو انا عايز الـ 40 تاخد 15% هقول له صورت descending هقول له insert هتعال كده بص تاني على الـ 40 بقى بتاعتنا اهو ادي الـ 40 اللي جاي من top traders بقيت في الـ group اللي تحت الـ discount الـ 15 بعد كده الـ 20 او الـ 40 اللي جاي بتاخد 20 ده ده التير الجديدة لجاي من discount يبقى لما حامل fill down اللي بعدها بس هولا سيأخد الـ discount و هكذا طب افرد انت عايز تتأكد انه الـ 40 ستاخد الـ 20 في المية ساعتها الترتيب بتاع الـ price هتعمله ايه؟ هتعمله ascending برده وقل له existing work sheet وادوس على اوكي وقادي الترتيب مظبوط الـ discount هتلاقيه كله مظبوط و الـ revenue محسوب 100% وقادي الحتة بتاعت الـ 40 اللي كم اتكلم عليها واخدها الـ 15% ممكن number format سريع جدا نزود مثلا تير 55 ونقول ده والله هياخد 35% وقل له لو سمحت اعمل refresh تعال بص كده الرجل اللي جاي بـ 57 بقى 35% شغال معاك الـ dynamic بشكل ممتاز شوفنا الطريقة الاولى القسم الجاي هنتفرج على طريقة مخترفة باستخدام الـ M code موسيقى الطريقة الثانية ستكون باستخدام الـ M code انا اخذت copy من الـ sales query وسميتها sales M وشلت منها كل الـ steps بس الـ source والـ change type وعلشان ابدأ اكتب الـ functions اللي هستخدمها او functions اللي هستخدمها فهيضعها في column جديد فهيروح على column ويروح على custom column سيفتح لي ويندو الـ custom column ونسمي الـ column الجديد وليكن مثلا revenue ونأتي تحت في الـ formula ونبدأ نكتب كود بسيط جدا انا علشان اعمل معادلة revenue فمحتاج اختار الـ discount المظبوط من الـ table احسن function علشان اختار rows معينة function اسمها table.select rows هكتب على طول table.select rows وابدأ افتح قوس اول طلب هتطلب مني table والـ table في الحالة دي سيكون الـ discount table وبعد كده كما الطلب الثاني عايز مني condition as function عايز ادي له حاجة يقدر يعرف منها بالزبط which row اللي انا هختاره اي row بالزبط اللي انا هختاره طب دلوقتي كده انا هشتغل على اثنين table التابل اللي اولاني اللي هو discount انا باختار منه وعايز كريتيريا تكون جاية من الـ table اللي انا موجود فيه دلوقتي اللي هو الـ table اللي هو بتاع sales M فكده انا محتاج اشتغل على اثنين table يعني جوه الـ condition ده هستخدم معلومة من column جوه discount ومعلومة تانية من column داخل sales M عشان اعمل كده مالهاش حل غير اني اعرف function او custom function الـ custom function دي وظيفتها انه يتحل محل الـ table اللي اسمه discount عشان اعمل كده عشان اعرف custom function هفتح قوس وديله اي اسم خلينا نسميه DT وبعد كده اقفل القوس وعشان اعرف ان دي custom function باستخدم الرمز اللي هو equal واكبر من او يسميه الـ go to symbol بعد كده هبدأ اعمل space وابدا اقول له بالزبط هتعمل ايه بالـ DT فانا هقول له الـ DT ده بيمثل الـ discount table فعايزك والله تروح تبص من الـ discount table ده على الـ column اللي اسمه quantity فكده بقول له لو سمحت تروح على discount table بص على الـ quantity وهاتلي اي رو تلاقيه اقل من الـ quantity اللي موجودة الـ column العادي بتاع الـ quantity اللي موجود هنا اللي موجود قدامنا في sales M تابل تعال نقفل القوس كده ونشوف ايه اللي هيحصل اقفل القوس ودوس على اوكي هتلاقي عندي كولوم جديد اسمه revenue وهتلاقي كل sale ظهر فيها تابل 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 تعال نتشك اول واحد هتلاقي عندي line واحد بس جواهة تابل ده خد بالك الـ quantity 15 تعال نتشك الـ table الاصلي اللي بيدينا discount scheme التابل ده بيقول ان من 0 الـ 20 حدي 0% يبقى عشان كده quantity و discount line 0 تعال نروح الـ table اللي بعده الـ quantity 59 يعني معنى كده ان انا عايز اخد 35% لانه اكبر من 55 تعال نتشك كده جاب لي كل line واخر line تحت خالص اللي هو الـ 55 35% يبقى في الكيس دي انا عايز الـ record الاخيرة تعال نجرب اللي وراها نفس الكلام 26 26 دي يعني يبقى بين 20 و 30 يعني ياخد 10% خد بالك واجاب لي 2 lines الـ 10 و 0 انا عايز الـ line الاخير اللي هو الـ 10% يبقى بتعديل بسيط في الكود ممكن اجيب الـ line الاخير وكمان خد بالك انا عايز الـ column بتاع discount بس هنعمل edit هنعمل formatting سريع للكود ده هقف هنا وقول له shift enter عشان نزلني خطوة تحت وهاقف هنا برضو وقول له shift enter دلوقتي انا قبل ما اعمل اي حاجة انا محتاج column بتاع هفتح قوس مربع واكتب له جوا discount واقفر القوس المربع يبقى كده فهم ان انا عايز اجيب الـ column بتاع الـ discount مش محتاج كل الـ table ندوس اوكي ونشوف ايه اللي هيحصل بدل ما كان هنا فيه table بقت list والlist برضو موجود فيها كل الـ discount الممكنة او فيها كل الـ discount اللي تجاوزها رقم الـ quantity وبالتالي محتاج اخر واحدة خالص يبقى تاني هارجع افتح الـ wheel اللي هنا دي عشان اعمل edit وقبل table.select rose ممكن اعمل shift enter برضو وكتب قابليها function function بسيطة جدا اسمها list.max سأجيب اكبر رقم ممكن list.last برضو تشتغل معك لكن list.max هتقدي الغرض لو كان الـ table مش مترتب. list.max هتشتغل بشكل احسن. هدوس على اوكي وفي الحالة دي هلاقي الـ discount بتاعي ظهر مظبوط الـ 15 اخدت zero 59.35% 26.10% وهكذا كده بقى عندي ناقص ان اضربوا فيه price وممكن اعمل كده جوا نفس الكولم على طول او احسن نعمل نفس الفورمات الثاني فهيغير اسم الكولم ده وهيغير اسم الكولم ده وهيغير اسم الكولم ده والله اسم الكولم ده سميه discount فكده خلاص عندي الـ discount عندي الـ price عندي الـ quantity نفس اللي عملنا بالزبط اختار اول كولم واختار اخر كولم ومن جوة formula bar اعمل شوية تعديلات في الملتبليكيشن زي ما عملنا في القسم الاولاني بالزبط كده الـ table جاهز اني اعمل load home close and load close and load 2 هنختار existing worksheet ونحطه جنب الـ table التاني وندوس على اوكي ممكن بردو نعمل formatting ودلوقتي لو رجعت الارقام هتلاقي ارقام بالزبط ممكن حتى نتشك التوتل 54303 التوتل التاني 54303 يبقى انا شغال كويس والترتيب حتى محتاجتش اغيره والقصة بتاعة top traders اللي فيه 40 بردو محلولة بنفس الشكل بالزبط طب لو انت عايز تخلي اخد 20 في المية تعمل ايه انا مش عايز اعمل كده انا مش عايز اعمل كده لان انا ده بالزبط انا عايز اعمله ده الطريق انا شغال بها لكن لاي سبب تدخل الاربعين تاخد 20 في المية يبقى هتعمل ادت بسيط جدا وهتروح على الكلوم بتاع add custom column ونزاود الدسكاونت وبدل ما اعمل اقل من جوال condition بدل ما اعمل اقل من هتخليها اقل من هتخلي القصة بشكل مختلف لكن احنا عايزينها بنفس الشكل اللي احنا فيه دلوقتي وكده يبقى شوفنا طريقتين مختلفتين واحدة باستخدام والتانية باستخدام الام كود شكرا جدا لكل الناس اللي بعتيت الحيول بتاعتها جوش اكسل فتحي طاها ايهاب عمار عثمان ابو زياد زكريا هارون عليخاندرو سايمون جون سيل جون عزيم محمد نوا اورين كوادري اتارو روي ويلسون ووليد الحسن اشتركوا في القناة شكرا